موسيقى أعضوا مجلس القيادة البحسنية يبحثوا مع السفير التركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في بلادنا موسيقى رئيس الوزراء يدشن حملة التحصين الاحترازية ضد شالل الأطفال ويوجه بحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق موسيقى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا ومرحبا بكم بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية لوار روكن فرج البحسني عبر تقنية الاتصال المرأي مع سفير الجمهورية التركية لدى بلادنا مصطفى بولات سبلات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسية البحسني التأكيد على ترحيب المجلس بمبادرات السلام كافة لإحلال السلام العادل والشامل والمستدام التي كان آخرها المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطانة عمان برعاية الأمم المتحدة وما يقابلها من رفض وتعنت وخروقات من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية مشددا على ضرورة تشكيل ضغط دولي على الميليشيات الحوثية واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أعمالها العدائية والإرهابية التي تهدد السلم الوطني والإقليمي والعالمي وإجبارها على التعاطي مع مبادرات السلام من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وأكد أن استقبال محطة الحاويات بميناء عدن أولى الرحلات المباشرة للخط الملاحية التركي السيرة يعد خطوة مهمة ومحفزة للاقتصاد الوطني وأنها ستسهم في تعزيز التجارة والاقتصاد من خلال فتح فرص التبادل التجاري بين اليمن وتركيا والدول المجاورة ما سيسهم في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال توفير السلاع والبضائع المختلفة أشهد اللواء الركن البحسني بالعلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات وبمواقف الجمهورية التركية في دعم مجلس القيادة الرئاسي خلال معركته ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية وكذا التدخلات التركية في الجوانب الإنسانية من جانبه أكد السفير التركي موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الجديدة والعمل على مساندتها لتنفيذ الإصلاحات الشاملة من خلال مجالات الدعم التركي الحالية والمستقبلية في قطاعات التعليم والأشغال وبناء القدرات وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية غادر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك العاصمة الموقتة عدن متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من الجانب الروسي وسيلتقي رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة برئيس مجلس الدومة ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الخارجية سيرجي لافروف وسيناقش رئيس الوزراء في هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والتطورات في اليمن والمنطقة والدور الروسي للمساهمة في إحلال الأمن والسلام في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك دشنا رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن الجولة الاحترازية الأولى من حملة التحصين ضد مرض شالل الأطفال من منزل إلى منزل وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسف والمبادرة العالمية لاستئصال الشالل الأطفال على مدى ثلاثة أيام حوالي مليون ومائتين وتسعين ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة من العمر في مائة وعشرين مديرية موزع على اثنتين عشرة محافظة من المحافظات المحررة حيث قام رئيس الوزراء وزير الخارجية ومعه وزراء الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي والمالية السالم بن بريك بتنشين حملة التحصين الاحترازية ضد شالل الأطفال في كلية الطب بجامعة عدن بإعطاء جرعات من اللقاح ضد هذا المرض لمجموعة من الأطفال طلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك من المسؤولين والمختصين على أهداف تنفيذ هذه الحملة الاحترازية التي يشارك فيها أحد عشر ألف وسبعمية وواحد وأربعون عاملا صحيا منهم ثمانمائة وخمسة وأربعون صحي في الفرق الثابتة وخمسة ألف أربعمية وثمانية وأربعون عاملا متنقلا وعقب التدشين دعا رئيس الوزراء جميع الآباء والأمهات في المحافظات المستهدفة إلى التجاوب مع الحملة الاحترازية وأن لا يحرموا أطفالهم المستهدفين دون سن الخامسة من التحصين أندشن اليوم الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلال الأطفال الجولة الأولى التي تستمر منذ ثلاث أيام من 25 حتى 27 فبراير وهذا الحملة تأتي بشكل احترازي في هذا العام بعد أن نفذنا خلال العام الماضي ثلاث جولات وأثبتت اللقاحة تدخلوا المناطق المحررة من أي حال شلال الأطفال من بدان الحملات وبالتالي بسبب ما زال الفيروس موجود في مناطق سنترات الميليشيات البعضية فتأتي هذه الحملة كأي رعاية احترازية وندينا جولتين الجولة الأولى الآن دشنا والجولة الثانية إن شاء الله بعد شهر رمضان وهذه الحملات تستهدفنا الوصول إلى مليون ومائتين طفل في 12 محافظة ونتمنى من كل أولياء الأمور الحرص على التعاون مع أفريق التحصين وتحصين أولادهم للوقاية من ضد شلال الأطفال فاللقاحة فعالة وآمنة ومجانية وإن شاء الله نتمنى كل صحة وعافية لأطفالنا شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة مراجعة لإنفاق المخصص للجرحة وأسر الشهداء وضمان وصوله إلى مستحقي من الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الدفاع عن الوطن ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية استمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن ممثلي الجرحة وأسر الشهداء إلى جانب من معاناتهم والمشاكل القائمة فيما يخص ترقيمهم والخدمات العلاجية وصرف مستحقاتهم إضافة إلى مخصصات أسر الشهداء ووجه بهذا الخصوص الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكاليات القائمة على أن يتم إشراك ممثلين عن الجرحة وأسر الشهداء في كل الخطوات التي سيتم إنجازها وثمن رئيس الوزراء وزير الخارجية تضحيات الجسيمة للمقاومة في عدن والتي أعادت الكرامة للوطن في هزيمة المشروع الإيراني ولكل من ضحوا ويناظلون من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب لافتني لأن تضحياتهم محل تقدير وإجلال من الجميع على امتداد الوطن وأن الحكومة ستعمل على معالجة أوضاعهم والعناية بأسر الشهداء حضر اللقاء وزير المالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس با حارثة وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك بحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق على الإهمال في الأداء والتغيب عن أعمالهم وعدم إنجاز المهام الموكلة إليهم بالكفاءة المطلوبة موضحا أنه سيتم بناء على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية مفاجئة قام بها رئيس الوزراء إلى مصلحة الضرائب بالعاصمة الموقتة عدن للإطلاع على سير العمل في المصلحة حيث تفقد أقسام ودوائر ووحدات العمل وأكدنا أن ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده وغياب أغلب قيادات المصلحة مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة يقولوا أنا سعيد التقي بهذه النخبة ولكن صراحة أنا سعيد أنا آسف جدا أن أقول أن أنا ما نستعيد أن أكون في هذا اللقاء واللي شفته اليوم في مصلحة الضرائب في واحدة من أهم المؤسسات الإرادية اللي تقف على قمة أولوياتنا كحكومة أولوياتي كريس وزراء الوضع اللي شفته سواء يتعلق بالشكل العام للمصلحة سواء ما يتعلق بالانضباط الوظيفي سواء ما يتعلق وغياب أغلب القيادات يعني وإحنا قلنا مسألة السفر هذه مسألة يجب أن تكون محصورة وبإذن وبمهمة وأن لا يذهب رأساء المصالح والمؤسسات إلى أي فعالية وأورشة عمل ولا لكن أن يذهب الرئيس المصلحة مع كادر القيادة العليا وأن لا يجب تلك المؤسسات إلا وكيل واحد هذه مسألة لا تحطي الموشرة المظهر العام للمكاتب وهذه واجهة مهمة جدا أنا كيف ممكن أجعل من عدن بأس إثمارية مناسبة تتعاطى مع قطاع مهمة نحن نوليه اهتمام خاص وكبير جدا هو القطاع الخاص بكافة قطاعاته المختلفة وأنشطاته المختلفة ونحن لا نوفر له مستوى مناسب من الخدمة صح هذه مستيرادية يفترض أنها مراقبة وتضغطها لكن هيجب أن تكون بالطريقة الصحيحة والسليمة أنا ما هاتيت للمستحلة ولدي تقارير كثيرة جدا حول طبيعة الأداء وحول كثير المؤشرات حول الأرقام والأخوز المالي أمامي مقلوب تنزل لجنة مباشرة منك الآن وفقا لما شكنا أريد أن تدخل قرارات وتعلن الناس هذا التسييب لن يكون مقبول الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين وحدا من أهم الوحدات الرئيسية التي يفترض أن تدير 80% من الإرادات 80% من الإرادات الضرائب تأتي من هذه الوحدة على مستوى الجمهورية كلها في تاريخنا السابق هناك خطة لما تقرأ الخطط تنمية الموارد رفع كفاة التحصيل تعديل قداول التحصيل تحت الحساب الحد من التراكمات وتحصيل المتأخرات توسعة رقعة الانتشار الضريبي تفعيل عمليات التقاضي توعية وتعزيز الامتثال مكافحة التنرب الضريبي رفع مستوى الامتثال جلسة قراءة مثل الخطة بساء وتحضر للزيارة حتى أشوف ماذا سأجد مما اتفق عليه من خطة التقارير تعطينا صورة مثالية صورة إيجابية لكن الواقع اللي أشوفه أنا الواقع لا يعكس هذا الأمر هذه مسألة لا يمكن لنا ونحن نعيش هذه الظروف الصعبة ونحن نتكلم على ضرورة تنمية الإرادات أن تكون واحدة من أهم مؤسساتنا في تنمية الإرادات بهذا الشكل هذا أمر غير مقبول بالمطلق ويجب أن يعرف هذا الكلام وليس فقط هنا أي مؤسسة داخل الجمهورية ستكون محل مساءلة وكل موظف إذا ما يقوم بواقبه سيكون محل مساءلة الناس تراقب والناس لديها احتياجات كثيرة ولدينا الناس تضج ما في كهرباء ما في خدمات ما في تفاصيل ومؤسساتنا المعنية بحماية المال العام وتوفيره من أجل قضايا التنمية لا تقوم بواقبها هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به بالحكومة ولا يمكن أن نقبل به مجلس القيادة الرئاسي وكان واضح الأخ رئيس مجلس القيادة وكل أعظام مجلس القيادة في هذه المسألة واحدة من أهم الموجهات لنا كحكومة كانت هذه القضية فبالتالي أنا من خلالكم وأنا أتكلم هنا الآن على الضرائع وسأتيع لقمارك يجب أن يكون هذا الأمر واضح نريد عمل حقيقي لا يغادر أي واحد مكتبه إلى أن نرى عمل مختلف ولا نبقى أحد قديم قديم قديد هذا الكلام مش موجود نحن سنكون مسائلين مثل ما أنا مسائل أمام الناس أنتم مسائلين كذا عليك أمامي هذه رسالة يجب أن تكون واضحة وتصل لكل واحد في كل مؤسسة إيرانية المديونيات السابقة ماذا عملنا في المديونيات المديونيات السابقة ما هي إجراءاتكم في هذا الأمر فضريبة العقارية ولو أنها مش مركزية على مستوى فرعدل ماذا يتم في ضريبة العقارية سواء ضريبة العقارية أو ضريبة المبيعات العقارية لا تقولوني ارتفعت الضريبة وتحسبوني الأرصد الدفترية حق المرتبات واللي في المنافذ هذه ليست لها أي علاقة بالكفاءة الضريبية ولست مسوعة لها هذه تأتي لو أبند مصلحة الضرائب أغلقها ستأتي ماذا عملت في بقية القضايا أنا طلبت القوائم بوضوع الإعفاءات الناس معفين أعرف أنه كل ما يحصل واحد على البطاقة الضريبية يدفع المبلغ لكن ماذا بعده من التحاصل الضريبي هذه القضايا كلها أنا أريد بشكل سريع معاني الوزير تقف عليها تعطيها أولوية مباشرة الشيء تقرير كامل بعد هذه الزيارة فيما يتعلق بكل القضايا بالأرقام وبالمستوى وتطرح للمقترحات وأنا مباشرة سأعملتها لكن لا يمكن أن نستمر في هذه المسائل هل ممكن أن نقبل بكل موارد أن نتحصلها مصلحة الضرائب ليس فيها نظام قعدة بيانات ومعلومات وتستخدم أكسل ليس هناك منذ أن انتقلت مصلحة الضرائب إلى العاصمة عدن ولم تفعل أنظمة حديثة تمكننا من ضبط هذه المسألة هذا أمر يجب أن يكون واضح رئيس المصلحة يطلب مباشرة لا يكمل مهمته يطلب مباشرة إلى عدن الآن وتقعد معه ونشوف ماذا يمكن أن نعمل في هذا المسألة قام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بزيارة تفاقدية إلى رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل في هذه المصلحة الحيوية التي تعد رافدا هاما للاقتصاد الوطني وطاف رئيس الوزراء وزير الخارجية بكافة أقسام ووحدات مصلحة الجمارك استمع من قياداتها وموظفيها إلى شرح حول الدور الذي تقوم به في تعزيز الشراكة مع المجتمع التجاري وتحقيق رضا متلقي الخدمة وكذا تطبيق نظام فعال وقوي للرقابة الجمهوركية يحقق الحماية والتأمين للمجتمع اليمني من كافة مخاطر التهريب أطلع الدكتور بن مبارك من قيادة وكوادر المصلحة إلى خطة التطوير والتحديث المستمرة للدوائر الجمهوركية التابعة لها في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية وتنمية الإرادات الجمهوركية ورفع كفاءتها وفعالية تحصيلها كما زار مركز التدريب الجمهوركي بالمصلحة والتقى بالمشاركين في الدورة التدريبية حول مكافحة التهريب ومخاطره والتي تقام بالتعاون مع مكتب الأمن البحري وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره لما لمسه من اهتمام وتنظيم في عمل رئاسة مصلحة الجمارك وأهمية أن ينعكس ذلك أيضا في المكاتب والدوائر الجمهوركية التابعة لها في المحافظات وأكدا أن الاهتمام بتنمية الإرادات الجمهوركية والضريبية هي من أولويات الحكومة القصوى كما حثى منتسبي مصلحة الجمارك وجميع المصالح الإرادية على بذل أقصى الجهود بأمانة ونزاهة وتمثل مصلحة الوطن والمواطنين في كل عملهم وأكدا أن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لن يتهاونوا في أي تقصير أو اختلالات أو فساد مع أي قيادي أو موظف عام رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزير المالية سالم بن بريك ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس با حارثة نشرف لنصح الجمارك والليمانية والجمارك والضرعي بثنتين هذه واحدة من الأوروياح بالنسبة لنا في الحكومة أنا معارف أنكم تكبضوا على الجبر في أحاصل الإخوان اللي في الدوائر لكن الواحد دائما يضع أول شيء الله سبحانه طميره طميره هذي مثلا أوه يضع أخلاقه وتربية أهله قيمه ثم يضع معاناة ناسه يامي براضية يتخيل الناس كيف تعاني يتخيل كيف رؤى الناس يتخيل إيش اللي حاصل في البلاد بالتالي هو مش مجرد من الضف في نقطة يتعامل مع قضاء هو في مقاتل في جبهة متقدم كلنا من رئيس بمئس القيادة كلنا خدم لهذا الناس اللي يعانوا أحيانا أي انفلات في أي مكان ينعكس على الدورة بشكل كامل فبيضوا بيهنه دائما وبيضوا بيهنه وبيضوا بيهن هالكم وبيضوا بيهنه وبيضوا بيهنه دشن وزير العدل القاضي بدر العارضة بعدا دورة تدريبية حول مهارات القيادة لمدراء الإدارات في إطار العام التدريبية الجديد لتأهيل وتدريب القدرات لمنتسبية الوزارة وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات وقدرات ثلاثين من مدراء الإدارات من كافة قطاعات الوزارة تستمر الدورة من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من فبراير الجاري أكد وزير العدل أن تحقيق النتائج المرجوة من البرامج التدريبية يستلزم التعاون وتضافر الجهود من أجل الارتقاء بكفاءة الكادر البشري من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني أن الوزارة تتهدف إلى تعزيز القدرات الفردية والعلمية لمنتسبيها لتحسين الأداء أداء العمل الوظيفي ناقش اجتماعا برئاسة وزير النقل عبدالسلام حميد نشاط الوزارة والوحدات والهيئات والمؤسسات التابعة لها خلال العام المنصرم والبرامج والأنشطة المقاررات للعام الجاري 2024 وتطرق وزير النقل إلى التحديات والمخاطر التي أفرزتها الاعتداءات الحوثية على الممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي وآخرها استهداف السفينة روبين مار في باب المندب محذرا من التهديدات البيئية الكبيرة من التلوث وتدمير الثروة البحرية جراء التصعيد الحوثي وأشاد بالجهود التي تمذلها الوزارة والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة لها في سبيل تنفيذ الخطط والمشاريع التي تمكنها من خدمة النشاط الاقتصادي والتنموي والمجتمعي مستعرضا جملة من القرارات والإجراءات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية من جانبه أكد نائب وزير النقل أن اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة برنامج عمل الوزارة للعام الحالي على وشك الانتهاء من التقرير مشيرا إلى أنه في هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من الخطة النهائية للبرنامج جدد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول دعوة الحكومة اليمنية لجميع شركاء التنمية بما في ذلك أعضاء منظمة التجارة العالمية لدعم جهودها من أجل إنقاذ اليمن من الوضع الكارثي المستمر جراء عكاسات انقلاب ميليشيات الحوثية الإرهابية على السلطة الشرعية والمساعدة على استعادة التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في الاستقرار والنمو والسلام وثمن الوزير الأشول في كلمة بلادنا إلى الاجتماع الثاني عشر للطاولة الصينية المستديرة ضمن أعمال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي دعم شركاء التنمويين من الأشقاء والأصدقاء المستمر ومساعيهم في التغلب على هذه الصعاب وإحلال السلام وانتعاش النشاط الاقتصادي والتجاري المأمول وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى ما تشهده المنطقة من تحولات جراء الاعتداءات التي تمارسها ميليشيات الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن بغطاء الوقوف مع فلسطين ويناقش الاجتماع الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية عددا من المواضيع ذات الصلة كما ركز الاجتماع على أهمية التجارة في الاقتصادات العربية بما في ذلك كيفية الاستفادة المثلى من عضوية منظمة التجارة العالمية لضمان تماسك السياسات الاقتصادية بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبه مع الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف لدى بلادنا بيتر هوكنز عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي واستعرض اللقاء الخطط والبرامج التي تتبناها اليونسيف وشركائها في تطوير القطاع الصحي ومنها الرؤية المشتركة التي تعمل عليها وزارة الصحة بالتعاون مع اليونسيف والتي تهدف إلى التحسين الوظيفي لمرافق الرعاية الصحية الأولية وأكد وزير الصحة حرص الوزارة على تطوير النظام الصحي وبناء القدرات وانطلاق الخدمة من الأدنى إلى الأعلى مشيرا إلى أن بناء شبكة العمل الصحية يحتاج توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتقوية نظام الرعاية الصحية الأولية مشددا على ضرورة العمل على إيجاد تمويل المستدام لا يتأثر بانحسار الدعم وتوفير موارد قادرة على تسيير النظام الصحي مثنيا على الدورة التي تطلع به اليونسيف في دعم القطاع الصحي في بلادنا ناقشت لجنة المناقصات والمزايدات في وزارة الشباب والرياضة خلال اجتماعها الاستثنائي برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري استكمال عدد من المشاريع التي تم تنفيذها في عدد من المحافظات وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه إلى تقارير الأعمال المنجزة في ملعبي الشهداء بتعز وأبيان والذين يجري العمل فيهما لما تمثل هذه المشاريع من أهمية على مستوى البنية التحتية للرياضة وخلال الاجتماع كدى البكري على استمرار الأعمال في عدد من الملاعب وجدولة المبلغ المرصود لملاعب أخرى حسب الموارد وكلف البكري قطاع المشاريع والاستثمار بالجلوس مع الشؤون القانونية ومناقشة مشروع ملعب نادي الشروق وفق الإجراءات القانونية والرفع بها دشنا وزيراء المياه والبيئة المهندسة توفيق الشرجبي والدولة محافظ عدن أحمد لملس تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي وإعادة التأهيل لمحطة الضخء كريتر ضمن المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في بلادنا للمرحلة الثانية بتكلفة بلغت مليون وتسعمية وتسعة وثمانين ألف دولار بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتنفيذ شركة الأديم العالمية كما دشنا شرجبي ولملس ومعهم الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف في بلادنا بيتر هوكنز مشروع إعادة تأهيل خط توزيع مياه مديرية التواهي محافظة عدن البالغ تكلفته ثمانمائة وسبعة آلاف دولار بتمويل من البنك الألماني للتنمية عبر منظمة اليونسيف وأشار الوزيران الشرجبي ولملس إلى أهمية هذه المشاريع النوعية في تغطية الاحتياجات الأساسية لخدمات الصرف الصحي والمياه بمحافظة عدن مؤكدين حرص وزارة المياه والبيئة والسلطة المحلية بعدن على تعزيز التعاون المشترك بينهما لاستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد حضر التدشين مدير عامل مؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد با خبير وعدد من مهندسي المياه والجهات المنافذة افتتح وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس بمديرية المعلاء الخيمة الرمضانية التابعة للمؤسسة الاقتصادية أكد حرص سلطة المحلية على تقديم مثل هذه المبادرات التخفيف من معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية مع قرب حلول شهر رمضان وضرورة مراعاة خفض الأسعار في الخيمة لخلق روح التنافس بما ينعكس إيجابا لصالح المواطنين الجدير بالذكر أن عدد المشاركين بالخيمة الرمضانية بلغ ثلاثين مؤسسة وشركة وأن التخفيضات في السلع الغذائية والمستلزمات والاحتياجات الضرورية تتراوح نسبتها بين عشرين إلى ثلاثين بالمئة تحتفي دولة الكويت الشقيقة بعيدها الوطنية الرابع والأربعين ويحتفي الأشيقاء والأصدقاء في الخليج والعالم مع كويت الخير والعطاء وبشكل خاص يحتفي اليمنيون بالمواقف النبيلة والعطاء الأبيض وفاء ومحبة لدولة الكويت حكومة وشعبا مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير والزميل إبراهيم الضهرة في الخامس والعشرين من فبراير من كل عام تحتفي الكويت الأرض بإنسانها المعطاء شعبا ومشيخا ويحتفي الكويتي بأرض الخير حيث تتعانق المجيدة بالمجد وإجداد وأحفاد الأولى كتبوا سفر الخلود على مرأة ومسمع الشهب العرب الأقحاح الذين سطروا مجد سواحل الكويت وصحرائها في ماضيهم التليد وتاليهم المشرق شهدت الكويت عقودا من النهضة والإرث الحضاري زين أرجاءها وكتب لإنسانها حياة حرة وكريمة في ظل الأمير تل والأمير من آل الصباح الذين اتوجوا علاقاتهم المميزة بشعب الكويت بخدمات جليلة قدموها لمن آمن بالأمينة الكويت ولامس ثراها واستظل بثرياها وتفانى من أجل رفعتها الكويت الدولة الشقيقة عمدت نهضتها الداخلية بأفق أخوي قابلت به دول المنطقة فكانت الشقيق الوفي وبادلت محبة جيرانها ونخوتهم بعلاقات يسودها الود والإخاء والشراكة في القرار والمصير وكانت داعما دائما لكل ما يجلب الخير لأبناء مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرة تقترب رويدا من نصف قرن وحال اليمن مع الكويت شاهد حي على المدى الذي تصله إنسانية العربي الحر في الوقوف مع أشقائه عقودا مديدة في السلم وأوقات الحروب فكانت البانية في زمن الهدم والمعين في زمن فقدان الأمل بأياد بيضاء خالية من بقع المن والأذى حيث تحتفظ الذاكرة الجمعية اليمنية للكويت حكومة وشعبا بتعامل إنساني راق مما سيحفظه التاريخ في سفر الخلود ويشاطر اليمنيون اليوم كويتهم الشقيق فرحته واحتفالاته متشوقين ليوم يقدرون فيه على رد بعض ذلك الدين الكريم إبراهيم الظهرة لقناة عدن الفضائية من عمركم غير طيبوا أهل الخير وهذه ربا تتيا لكويت أقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعا موسعا برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وفي اللقاء نقل رئيس هيئة الأركان العامة إلى القادة تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية القايد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي مؤكدا على أهمية توحيد الجهود وتعزيز مستوى الأداء الإداري والعملياتي وتنظيم التعاون والتنسيق بين مختلف وحدات القوات المسلحة مشددا على أهمية الاحتفاظ بالليقظة والاستعداد القتالي العالي لمواجهة مختلف التحديات من جانبه قدم نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد البصر إجازا عن نتائج زيارته الميدانية والوفد العسكري المرافق له لمحور عتق بمحافظة شبوة ومن جانبه أكد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القوميري أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العملياتي لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة حضر الاجتماع رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول وقايد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري وعدد من نواب ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع قام قايد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن منصور ثوابا بزيارة المستشفى العسكري بمحافظة مأرب للاطلاع على أوضاع المستشفى وأحوال منتسبي حيث طاف بمختلف الأقسام والعيادات مشيدا بالخدمات الطبية التي يقدمها ومستوى تنظيم استقبال الجرحة والحالات المراضية من منتسبي القوات المسلحة والمواطنين في المحافظة وطالب اللواء ثوابا قيادة المستشفى بمزيد من الجهود التي تمكنهم من تقديم أفضل خدمة طبية للأبطال ومعالجة أسرهم واستمع إلى تقرير مفصل من إدارة المستشفى عن خطة العمل وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الماضية وأشاد باهتمام ودعم القيادة العسكرية للمستشفى بالخدمات الطبية العسكرية للقيام بواجبه على أكمل وجه في تقديم الرعاية الصحية وتوفيرها بجودة عالية وخلال زيارته للمستشفى قام قائد المنطقة العسكرية الثالثة بزيارة عدد من الجرح الذين يتلقون العلاج استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة في إطار العدوان غير المسبوق والمتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشمالية من قطاع غزة ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح في شارع المستوصف بحي زيتون جنوب مدينة غزة وذكرت مصادر محلية أن عشرة فلسطينيين استشهدوا وأصيب خمسون آخرون جراء قصف قوات الاحتلال منازل في أحياء مدينة غزة خاصة حي الزيتون والصبرة مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت أشخاصاً كانوا يحاولون الوصول إلى مزرعات شمال بيت لاهية شمالية القطاع ما أدى إلى استشهاد أحدهم بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باسوهيب بالعاصمة المؤقتة عدن مع المدير القطري لمنظمة ميرسي كور في بلادنا ميجي بارك آليات التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة للانتقال إلى تنفيذ التدخلات التنموية خلال العام الجاري وتنور اللقاء خطة المشاريع المنفذة للمنظمة خلال العام الماضي والتي شملت على ثلاثة مشاريع بتكلفة بلغت 6 ملايين و 145 ألف دولار كما بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باسوهيب مع رئيسة بعثة منظمة ميهاد كارولاين سيجين تدخلات البعثة خلال العام الجاري بالجوانب الطبية المتضمنة تأهيل ورفض المراكز الصحية والطبية في محافظات تعز وأبيان والحديدة باحتياجاتها من المعدات والأجهزة الطبية والدوائية وفي نفس السياق بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مع الخبيرة الدولية لأجندة المرأة والأمن والسلام بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اعتماد مطر إمكانية الاستفادة من البرنامج لتصميم مشاريع تستهدف الفئات الأكثر ضعفا لإكسابهم مهارات وقدرات حول كيفية جعل السياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي في العاصمة المواقتة عدن مع مدير فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في عدن رانا أنور دعم الوزارة لجهود الوكالة للإسهام في تطوير وتنمية المشاريع الصغيرة بمختلف المجالات وأكد الوالي على ضرورة الاهتمام برواد ورائدات المشاريع الصغيرة ودعم مشاريعهم في القطاعين السمكي والزراعي ووضعها ضمن أولويات خطة الوكالة للعام 2024 كما أكد حرص الوزارة على تقديم التسهيلات لهم من جانبها أشادت رانا أنور بدعم الوزارة للوكالة ورواد المشاريع مستعرضة جهود الوكالة في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة ضمن برامجها السنوية وكذا تقديم الوكالة للعديد من فرص الدعم الفني والمالي للمستهدفين لتمكينهم من شراء أصول لمشاريع أعمالهم الصغيرة والأصغر دشنا محافظ محافظة لحج قائد اللواء السابع عشر مشال لواء الركن أحمد عبدالله التركي حملة التحصين الموسعة ضد شلل الأطفال وقد دشنا اللواء أحمد عبدالله التركي الحملة التي تستادف الأطفال من عام إلى خمسة أعوان وتستمر من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين بإعطاء جرعة اللقاح لعدد من الأطفال إذانا بانطلاق الحملة في المحافظة وجرت عملية التدشين في مركز الأمومة والطفولة النموذجي بمدينة الحوطة بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي بالوزارة والمحافظة نحن نهيب للأخوة المواطنين بأن مرض شلل الأطفال مرض خطير ومرض لن يتعالق وسبق وأن ظهرت عندنا حالات جديدة في إطار المحافظة المحرة نقول للأخوة المواطنين والمواطنات بأن هذا المرض خطير جداً على أطفالنا ولازم من استجابة للأخوة في اللقان الذي بتنزل إلى المنازل وكذلك الفرق الموجودة في المراكز الصحية على مستوى 15 مديرية نشكر الأخوة في وزارة الصحة ونشكر الأخوة في يونسف ونشكر نظمة الصحة العالمية ونشكر مكتب الصحة على تعاونهم مع هذا اللقان ونقول للمواطنين عليكم تلبية هذا الدعوة لأنه مرض هذا نكرر ونكرر بأنه هذا مرض خطير جداً ولن يتعالق ولن يتعالق إذا أصيب الطفل نرشن هذا اليوم بحضور الأخ اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ محافظ طلاحي وتحت رعاية الأخ الدكتور قاسم محمد بحيبح وزير الصحة العام والسكان الحملة الوطنية الاحترازية لاستئصال شلل الأطفال والتي تستهدف الأطفال دون الخامسة منذ الولادة هذه الحملة تستهدف أكثر من 172 ألف طفل و 155 ألف منزل سوف يتقول كل عمال الصحة الذين سيرافقون هذا العمل بحدود 1540 عامل صحي إلى كل منازل المحافظة ستطرق كل الأبواب لتحصين أطفالنا منذ الولادة وحتى العام الخامس هذا هي عملية التمنيع التي بدونها لا يوجد دواء للأمراض الستة القاتلة الآن إلى حالة التقسي و درجات الحرارة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصلنا وياكم إلى ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين في ختام هذه النشرة أعضو مجلس القيادة البحسن يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في بلادنا رئيس الوزراء يدشن حملة التحصين الاحترازية ضد شالل الأطفال ويوجه بحالة قيادات في مصلحة الضرائب للتحقيق استشاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة ملف الأخبار لهذا المساء انتهى في ختامي لكم أجمل التحايا وأطيب المنادمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة